شريط الإضاءة ستريب لايت إذا أنا أخفيته وحطيته ضمن حواف أخفيت الشريط وعندي سطح لامع رح شوف نقاط ستريب لايت على السطح اللامع والحل إذا كان الفراغ بيساعدني بدل ما أخذ حواف على شكل حرف L خلي الحواف على شكل حرف U بحيث أنه أنا النقاط الـ LED ما رح تنعكس فأنا أخفيت بشكل حرف U شريط الإضاءة ستريب لايت وطلعت الإنارة بشكل مخفي على السطح الطريقة الثانية أنه أنا أخذ ديفيوزر أو خلينا نقول ناشر مع قناة معدنية مثل اللي شرحناها سابقاً ونحطها نخفي فيها للشريط بحيث أنه ينعكس خط كامل بدل نقاط LED وهي الطريقة بتناسب الفراغات الصغيرة كتير اللي صعب أعمل فيها حواف على شكل حرف U ولازم ننتبه ما نحط ضروري كتير ما نحط أسلاك أو درايفرات بالشكل هذا لأنه رح نشوف انعكاسها على الأسطح اللامعة وأحياناً بشوف أنه أدوات الإسباكية تحت المغاسل ممكن تنعكس على الأرضيات إذا نحن حطينا إنارة مخفية لازم ننتبه أنه المكان اللي جاي إنارة أو حينتشر في الإنارة يكون نضيف بالأسطح اللامعة ما يكون بالطريقة هاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوا على النبي اليوم حلقتنا إن شاء الله رح نتكلم فيها على الإنارة المخفية العكسية استكمالنا للحلقة السابقة ورح نتكلم فيها حتى على بعض أنواع الإنارة المخفية مع بعض الأبعاد طبعاً النقطة الأولى أنه الحافة العمودية لازم تكون أصغر من الحافة الأفقية حتى ينتشر الطوء إذا حطيته إلا في حالات خاصة مثلها مثلاً عندي إنعكاس أو شي فأنا مضطر أرفع الحافة العمودية مثل الحالة اللي بيكون فيها عندي زجاج كامل فأنا مشان ما يطلع إنعكاس ستراب لايت ممكن أرفع الحافة طبعاً بالأسطح اللامعة لازم أنا عالجها معالجة خاصة وشوف كيف ممكن ينتشر الطوء لو فرضاً عندي أنا سكاي لايت أو شي ممكن أنا أعمل حرف يو لكن إذا كان عندي سطح مطفي فأنا باختصار ممكن ما أحط الحافة العمودية خلي حافة أفقية بس الإضاءة المخفية العكسية مو بالضرورة يكون في إلها حافة ممكن أنا أحط قناة معدنية مع ناشر وركب مباشرة القناة المعدنية مع الناشر على السقف طبعاً ممكن تكون على شكل زاوية ركبها بطريقة هاي ممكن تكون قناة مستوية وركبها مباشرة بحيث أنه تنزل طبعاً هذا الكلام بشرط أنه ما يكون السطح لامع الفرق بين إنه حط حافة أو لا وجود الحافة بيخلي الإنارة تطلع بشكل ناعم فبشكل غير مباشر بتضرب بالسقف بعدين على الجدران وبتنتشر لكن وجود الإنارة مباشرة بينتشر الضوبي طريقة مباشرة هو غير مرئي مخفي لكن مباشر فمنشوف الخط هذا موجود بالإنارة لما حط السربلايت موجه للأرضية هاي طبعاً في ناس قد ما تحبها لكن قد تكون لها بعض الإيجابيات مثل ما يكون عندي غرفة دراسة أو طاولة فمثلاً مثل لو قلنا إنه عندي غرفة دراسة بغرفة نوم الأولاد وحبيت أنا تجي إنارة مباشرة فبضيق الطاولة وبتعطي إنارة مباشرة ولازم ننتبه ما يكون السطح لامع حتى ما يطلع الإنعكاس على الأسطح اللامعة الأسطح المنحنية لما تكون أسطح منحنية فيه طريقتين لتركيب في أن يركب الستربلايت بالطريقة هاي وبالحالة هاي لازم أنا أخذ الإنحناء أب أن داون للنيونفلكس أو الشريط المنحني باسمه نيونفلكس لكن إذا ركبته مباشرة على السقف لازم يكون ينحني يمين ويسار مع إنحناء الجسم فلازم أنا أعرف الانحناء هل ينحني سايد بند دايركشن أو أب أن داون بند دايركشن حسب مكان تركيبه الإنارة المخفية العكسية الإنارة بتكون جايبة تجاه الحيط عكس الإنارة اللي جاي بالوسط فهي اسمها إنارة مخفية عكسية أو ريفينس كوفلايت اختيار لون الإضاءة مهم لأنه حييجي مباشرة على الحيط بعكس السقف اللي دائما بالغالب لونه أبيض لون الجدران مختلف فأنا اختيار لون الإضاءة مهم لأظهار المادة تبع الحيط فإذا كانت ألوان باردة مثل السمنتية 4000 مناسب أو لون الأزرق أو أي ألوان باردة إذا كان عندي ألوان دافئة بسيطة أو عندي ألوان مختلطة أو ما بعرف شو اللون ممكن أخذ 3000 إذا كان عندي ألوان دافئة كتير مثل الخشب 2700 مناسب طبعا هذا الاختيار حسب إذا أنا بدي أظهر المادة على طبيعتها بطريقة طبيعية لكن ممكن أنا أختار لون أظهرها بطريقة غير طبيعية درامية فممكن أظهر لون الإسمنت بطريقة فمثلا هاي مادة إسمنتية تم أظهارها بلون 4000 لكن بعض المسلمين بحبوا يظهروها بطريقة درامية فبيحطوا 3000 على اللون الإسمنتي ما في شي صح أو خطأ لكن إحنا فينا نقول إذا بدي أظهر طبيعة المادة حسب لونها الطبيعي فأنا بختار الألوان اللي سبق ذكرتها مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة وجود سترب لايت بطريقة مباشرة رح تظهر النقاط على الأسطح اللامعة لو أنا كان عندي الحيط مو لامع والمكان الكاونتر هذا لامع ممكن أنا أعمل طريقة معينة أخفي فيها سترب لايت خليه يتوجه على الحيط بالطريقة هاي وبينتشر على المكان بطريقة غير مباشرة بحيث أنه ما تظهر نقاط اللديدي أو ممكن أخذ قناة معدنية مع ناشر بحيث أنه يظهر اللمعان خط بدل ما يظهر نقاط نفس الكلام هذا بالنسبة للنارة المغفية اللي نحطها نشوفها تحت مغاسل أو تحت كاونترات لازم أنا أتجنب حطها بدون ناشر بطريقة ظاهرة فلازم حطها مع ناشر أو أحط حفة بطريقة بحيث أنه ما تظهر بطريقة مباشرة على الأرضية هاي التفاصيل مهمة كتير طبعا بالنسبة للأبعاد ما في أبعاد أنا فيني أعزمكم فيها لكن يلي ما عنده يعني فكرة عن الأبعاد ممكن يستعين بهي الأبعاد فإذا كان عندي لها حفة ممكن أنا أخذ H لحد العشرة سانتي أو أكبر عشرة سانتي أو أكبر D فتحة الضوء ممكن تكون 12 سانتي إذا ما كان عندي حفة وحاطت السريب لايت بطريقة مباشرة فيني أخذ ال H أصغر خمسة سانتي أو أكبر ما في مشكلة D ممكن تكون أكبر من 8 سانتي بحيث أنه طبعا هي الأبعاد كلها لأن يكون فيه إنارة عامة بالمكان جاي من الإنارة المخفية لو أنا فرضا عندي الفراغات أصغر ممكن نختار السريب لايت باستطاعة أعلى وممكن نستعين بالقيم تبع استطاعة الواطن اللي ذكرناها بالحلقة السابقة اللي هي موجودة على اليوتيوب بعنوان تفاصيل وأبعاد الإنارة المخفية وبنهاية الحلقة بذكركم أن الحلقة إن شاء الله رحنا نرفعها على اليوتيوب وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء بحلقة لاحقة ترجمة نانسي قنقر